اشتركوا في القناة يبارك لصاحب القسيمة وين هذا صاحب القسيمة ضيفنا العزيز من دولة الامارات الحبيبة فهذا المخطط يمكن فريد من نوعه وجديد عليكم لذلك المقطع عبارة عن مساحة 32 متر طول بعرض 36 متر والقسيمة طبعا ضخمة جدا لذلك صاحب القسيمة ابدع فيها وحط مواقف سيارات عدد اثنين داخل القسيمة وحط حمام سباحة وحط حديقة والغرف جميلة طبعا وقابلة للتوسيع والزيادة ولا يوجد فيها اخطاء الا شي بسيط راح اذكره في المقطع تابعونا شيق جدا جدا واللي عندهم مساحات عندنا في الكويت مساحات 1000 متر مربع بهذا الحجم يتابعنا طبعا يا اخوان يمكن ما وضحت لكم ان القسيمة دورين فقط دور ارضي ودور اول للي بيوتهم دورين يستفيد من هذا المخطط طبعا المخطط مساحته 1180 متر مربع اللهم مبارك لذلك خلكم معانا هنا طبعا المخطط هذا بطريقة ما شاء الله في مساحات كبيرة جدا هني يعني في المستقبل يقدر يحط حديقة يقدر يحط بدال ما يحط السيارات او مكان السيارات ممتاز في المصافة هذه لكن لو يحط يعني دخلة مثلا باب جانبي من هنا ويصير على شكل قوسي ويركن السيارة في الجزء هذا هنا يوقف السيارة مثلا تلقى يعني سيارات في سيارات تذي وفي سيارات يعني حق الضيوف يحط فيه باب جانبي مثلا والسيارة تمر تمر طريق طريق يعني فيه رصيف وفيه اسفلد ويركن السيارة تذي هنا ويكون ينزل على طول للباب الرئيسي للقسيمة الآن طبعا هذا هو هنا الباب المخطط غير واضح جدا يعني بابعاده فيه بعض الابعاد مو موجودة لكن احنا هنا نختصر على المكان ظاهريا هذا حمام سباحة طبعا حواليه المساحة كبيرة جدا وجميلة يقدر يحط فيه هنا مثلا حمام شمسي على داير الحمام سباحة هنا ايضا فيه اشجار يستطيع نحط اشجار هنا جميلة على داير الحمام سباحة وايضا هذا المخطط راح أكبر لكم الان هذا المكان هنا لما يدخل طبعا هني هذي الدوانية الدوانية بابها خارجي يسمون المجلس في الامارات وفي سعودية ايضا المجلس هذا هنا اللي هي الدوانية موجودة كما ترون نكبر المخطط عشان تشوفون عدل هنا المساحة خمسة متر وخمسة واربعين في سبعة متر ونص جميلة جدا يعني هذا تعتبر عندنا في الكويت يسمونه مقلط ويعني فيه مبين واضح نظام كراسي ايضا جميلة يعني خمسة متر ستة متر الا ربع في سبعة متر ونص جميل جدا لذلك هني المغاسل والحمامات للمجلس يكون من الداخل فيه باب مفتوح وايضا فيه باب من هنا الباب نركز على الباب هذا هنا يدخل إلى المغاسل المغسلتين وفيه التواليت هذا تواليت الفرنجي وهني فيه المغسلة جميل لو يصير فيه ثلاث مغاسل هم تمام يعني فعلى حجم الدوانية المجلس سبعة متر ونص في ستة مناسب في مغسلتين لأنه أريدي فيه داخل الحمام مغسلة طبعا الحمام متر ونص في متر وخمسة ثلاثين هذا غير مرفوض جدا الأساس لازم يصير احنا اتفقنا الستاندرد مع الحمامات متر وثمانين في مترين ونص هذا خطأ لازم يصحح الخطأ هذا هنا لازم يصحح متر ونص هذا أنا بالنسبة لي كمهندس تصميم ما يصلح متر ونص لازم متر وثمانين لأنه بعد التشطيب رح يطلع عندك متر وثلاثة وسبعين وأيضا هنا متر وخمسة ثمانين مرفوض إذن لازم الحمام الحمام هنا لازم يكون العرض متر وثمانين أقل شيء والطول لازم يكون مترين ونص والمغاسل هنا جميلة لا بأسة بها نصغر المقطع عشان تشوفون أوضح أكثر يعني المكان الباقي إني هذا البانتري اللي هو يعني يعتبر غرفة طعام أو يعني مكان جلسة الجلسة حق نفس الصالة أو تقدر تخليها غرفة طعام طبعا أربعة متر في خمسة متر وخمسة وستين جميلة يعني أي شيء أربعة ما يقل عن أربعة ممتاز العرض ما يقل عن الغرف ككل أقل من أربعة مرفوض أربعة متر وفوق جميل العرض وأيضا الطول خمسة متر وفوق جميل جدا ننتقل الآن طبعا خنشوف الممر الممر مترين ونص جميل طبعا القسيمة ألف متر يعني إحنا لما نقول يعني مثلا هنا يعتبر خطأ فادح بالنسبة بالنسبة لقسيمة ضخمة جدا يصير مثلا متر ونص هذا يكون مرفوض أعتقد يمكن متر وثمانين الكتابة مواضح احتمال متر ونص أو متر ثمانين فإذا متر وثمانين ممتاز وهني أيضا متر وخمسة وثمانين لذلك عموما النصيحة كالتالي لازم أقل شيء ما يقل عن متر وثمانين في مترين ونص في مترين ونص لذلك كون يعني عندك المساحة كافية وافية لازم ما تبغى لها نفسك ننتقل الآن الممرات مترين ونص جميلة العرض ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصالة الصالة حق العائلة جميلة جدا ثمانية متر ثمانية متر الطول في ثمانية متر وعشرين جميل بس رح يصير فيه هني عندك هوردي الهوردي مكلف جدا لكن تسوى يعني المساحة جميلة جدا فالهوردي فيه مكان المكان هذا بس الهوردي عندك جزء واحد هوردي ما رح يكلفك شي ننتقل بعد ذلك إلى غرفة الاجتماعات أو شي أربعة متر ونص في أربعة متر ونص جميلة جدا وهذا الحمام مترين وثسعين في مترين واربعين شوف هذه Anyways الحمامات على حجم القسيمة ممتازة ومناسبة جدا مترين وثسعين طول الحمام والعرض مترين واربعين ثم بعد ذلك وهنا ما بعد الحمام وهو غرفة ملابس وهو مترين في يعني العرض مترين في طول مترين وثسعين جميل جدا ثم بعد ذلك جميل الدرج صار في آخر شيء تمام ممتاز جدا مكانة مناسب جدا راح أخبركم ليش مكانة جدا مناسب نأتي إلى هني المكان هذي طبعا حمام يخدم الصالة أعتقد طبعا هني عنده الباب ممكن الباب هذا يعني حق الأهل وحق الطبخ وهذا يقدمون الأكل في المكان هذا وأيضا تستطيع الصالة هذي يستخدمون حمامات هني نظرا أنها قريبة قريبة من الصالة فحمامات للمجلس تصير فيه استفادة أيضا وأيضا هنا فيه حمامات هنا هذي هني مغاصل تصير حق بعد الصالة هذي يعني عصفرين بحجر إما أن تستخدم الحمامات حق الصالة هنا أو المجلس حمامات المجلس إلى هنا وهذا أيضا الفاصل بين المجلس هذه الغرفة الطعام فاصلة بين المجلس وبين الحمامات والدرج أيضا هنا غرفة الخدامات جعل غرفة الخدامات للخارج وهذا حمام مناسب طبعا طول جميل جدا فلذلك هناك وافع يعني هذه تقريبا مترين وستين في ثلاثة متر حق خدامتين يعني ضخم جدا وغرفة مناسبة جميلة وجعل الباب الخارجي عشان المطبخ هني راح نصغر لكم المكان هاي وقت شدي بالطريقة فهذا هو المطبخ طبعا المطبخ نكبر لكم عشان تشوفون على أرض الواقع طبعا المطبخ هني أربعة متر في ستة متر ممتاز ستة متر في أربعة متر وثلاثين أرجو أرجو توسيع المطبخ خمسة متر في ستة متر وشوي يعني خمسة متر طبعا المطبخ لما يصير خمسة متر للعرض جميل جدا لا يوجد غبار عليه أو انتقاد والطول من ستة متر وفوق جميل فلذلك كون عندك المساحة هني جميلة يلي تزيد ستة متر ونص مثلا في خمسة متر تمام يصير المطبخ جميل وهذا المخزن أيضا تابع حق المطبخ جميل فلما يكون هنا لما تزيد من الجزء هذا خلكم معاي لما اندز اندز الطوفة هذه نرحلها سبعين سانتي من الجزء هذا عشان يصير خمسة متر وأيضا هنا الطول نحاول بما أنه عندنا هنا حديقة فالحديقة القابلة للتغيير اندز المطبخ يصير ستة متر ونص في خمسة فلما يصير المطبخ الطول ستة متر ونص في خمسة يصير مفيد ومتاز جدا وهذا الباب المطبخ الخدمات على طول هنا مكان الغرفة ولذلك صار الدرج في النهاية من هنا الخدم يأتون من الدرج من هنا ويدخلون إلى داخل ففي أيضا شيء للفايدة بما أن جو الإمارات عندكم الجو بالصيف رطوبة وحر وشمس يعني كتحق مظلة وأنا أفضل أنه طبعا المطبخ الأكل راح يجي الأكل راح يتلوث بالغبار والشمس والحر يلي تصير ممر مغلق ممر مغلق وفيه تكيف يعني لأن الأجواء عندنا في الخليج متعبة جدا ومغبرة بالصيف هذه بس نصيحتي بهذه الطريقة انتهينا من المخطط هذا هو المخطط الجميل ما شاء الله طبعا هنا طبعا المسافة هذه ثلاثة متر من المبنى إلى السور ثلاثة متر جميل جدا وننتقل هنا سيارتين يستطيعون حطة أربع سيارات على اللي يناسبه والممر هنا عشان قلنا مثلا الشخص يصير الصيف عندنا رطوبة وحر في الأمارات فلما يكون سيارتها يحط له باب من هنا ويركن سيارتها هنا أساس ما يذبح الحر ورطوبة ويدخل على طول بدلا ما يصير مسافة شي راجع له طبعا حمام السباحة فكرة جميلة وعنده لازال مساحة جميلة هنا نصعد الدور الأول يعني الطور راح يصير ثمانتعش متر في خمستعش وشوية تقريبا لما تقول العشرين في خمستعش كأنها قسيمة يعني ثلاثمية وخمسة وسبعين متر مربع إذن البيت كله ككل الفيلة 1180 متر مربع استغلال البيت فقط طلع 375 متر مربع نأتي نقرب شوية عشان تشوفون المخطط بالوضوح الآن هذه هنا الغرفة غرفة جميلة جدا ماستر روم خمسة متر وخمسة وربعين سنتي يعني ستة متر للا ربع في ستة أنا أرجو هنا الغرفة نفس الدوانية لما قلت لك عطها لازم سبعة متر نفس المجلس سبعة متر هنا أيضا لازم تصير أقل شي سبعة في خمسة جميل جدا لما تصير الطول سبعة متر في الغرفة هذه خاصة للزوجة جميل جدا يصير سبعة متر في خمسة متر وخمسة وربعين جميل جدا هنا الحمام لما حسبته شفت أقل من ثلاثة متر العرض ما للحمام مرفوض أقل من ثلاثة متر يعني يطلع مترين وأعتقد يمكن مترين عشرين أو مترين وسبعين المهم لازم يكون ثلاثة متر لأن العرض هنا ثلاثة متر فالطول لازم يصير ثلاثة متر لأن عندك شاور بوكس وجاكوزي ومغسلة وفرنجية راح يصير مساحة ضيجة جدا في هذا المكان لذلك لازم يعني تاخذ أريحية في الحمام هنا هذه غرفة الملابس هذه الباب الماستر روم يدخل من هنا يصير فيه غرفة ملابس وسيدة تدخل على الغرفة فالطول أنا أحتاج إلى سبعة متر فقط أحتاج منك سبعة متر مثل المجلس كوبي بيست والحمام هنا مرفوض العرض مترين وأربعين أو مترين سبعين فالذلك لازم يصير ثلاثة متر في ثلاثة عندك هنا خطأ لازم تكبر لأن الباقي كلهم يعني الباقي كل الحمامات في المكان هذا جميل جدا إلا هذا المسكين المظلوم الحمام مترين أقل من ثلاثة متر لذلك لازم ثلاثة والطول هنا طبعا ثلاثة متر وعشرين جميل نأتي إلى الغرفة هذه خمسة متر يعني ستة متر الطول ستة متر إلا ربع في أربع متر جميل بحكم القسيمة ضخمة جدا والغرف فقط واحد اثنين ثلاثة أربعة لذلك الجباري تطلع الغرف كبيرة لذلك في الجزء هذا هنا ستة متر إلا ربع في أبعة متر جميل وهذا الحمام مترين واربعين في متر واربعين لا غبار عليه لأنه موماستر روم فمترين واربعين في متر واربعين جميل احنا قلنا أقل شيء متر ثمانين العرض والطول مترين ونص فهنا مترين واربعين في متر واربعين عوض عنا المشاكل كلا هذا غرفة الملابس جميلة وهنا أيضا الغرفة ثانية وهذا هو الحمام مترين وتسعين في متر واربع ثلاثين جميل وأيضا هنا الغرفة ستة متر إلا ربع في أربعة متر ونص جميل جدا وأيضا هنا الغرفة هذه ستة متر في ستة متر للاربع أيضا شبه مربعة جميلة جدا وهذه غرفة الملابس من هنا فلما تدخل الغرفة يصير عندك هنا غرفة النوم يكون خلفها غرفة الملابس على طول الغرفة فيكون جميل جدا وهنا الحمام ثلاثة متر في مترين ونص جميل جدا هنا لا يوجد لأن مسطح القسيمة ثلاثمية وخمسة وسبعين متر مربع والباقي كل حوش من الخارج لذلك هنا الغرف لا يوجد غبار عليها ولا يوجد في خطاء سوى هنا الحمام المضؤوم لازم يصير العرض ثلاثة متر والطول وردي ثلاثة متر هنا السيارات داخل بعكس عندنا في الكويت من الخارج في القسام الجديدة عندنا في الكويت كلها سيارات الخارج هنا في الداخل للحفظ والصون وإذا سافرت ما سافرت يعني تضمن أن السيارة مؤمن عليها وهذا باقتصار إذا عجبك المقطع يليد تشترك بالقناة إذا كنت مو مشترك اشترك الآن بالقناة وفعل زر التنبيهات حتى تصل كمقاطع أول بأول ونشر المقطع حق غيرك يستفيد وفي مقطع جديد نلقاكم كل يوم الساعة نعيش الظهر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر